خطر داهم يهدد كل مظاهر الحياة في السودان في ظل احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وامتد هذا الخطر ليهدد التراث الثقافية السودانية الغنية بمكوناته المتنوعة وذلك بعد فقدان العديد من القطع الأسرية والكتب القيمة جهود كبيرة للحفاظ على التراث الثقافي للسودان مع احتدام المعارك في البلاد منذ إبريل الماضي بعد أن فقدت العديد من الكتب النفسية والآثار القديمة الصراع الدائر طالت نيرانه التراث الثقافي الغني للبلاد والذي يشمل مملكة كوش القديمة التي كانت تسيطر على التجارة ما بين الجنوب والشمال الإفريقي منظمة التراث من أجل استلام وهي منظمة غير حكومية تقول إنه تم استهداف ما لا يقل عن 28 موقعا ثقافيا وأثريا بأنحاء البلاد أو أنها تعرضت لأضرار جانبية منها متحف السودان القومي وسط العاصمة الخرطوم والذي يضم بعضا من أقدم وأهم الممياوات نيران الحرب أتت على ما لا يقل عن 50 من الكتب النادرة والقيمة في جامعة أم درمان الأهلية بحث بالهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية المركز الدولي لدراسة سوني وترميم الممتلكات الثقافية بالتعاون مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية يحاولان وضع خطوات للحفاظ على التراث الثقافي في أثناء الصراع بما في ذلك احتمال إجلاء القطع الأسرية في الوقت الحالي نبزل قصارى جهدنا في إعداد المجتمع والتأكيد على أهمية المواقع الأسرية والمتاحف للناس حتى يتمكنوا من المساهمة في الجهود لحماية المواقع والمعالم الأسرية في السودان المركز الدولي لدراسة سوني وترميم الممتلكات الثقافية بالتعاون مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية يحاولان وضع خطوات للحفاظ على التراث الثقافي في أثناء الصراع بما في ذلك احتمال إجلاء القطع الأسرية